السلام عليكم هالبنات كديرين لبس عليكم كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير في هذا الفيديو هادا غنشارك معكم عراضة القوتي افكار بسيطة ومتنوعة والاهم انها اقتصادية وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم اول حاجة غنبدا معاكم بها وهي هاد الكيك الرائعة اللي كتجيب للقرقاع والشوكولات وممكن لكم المكسرات تستعملوا اللي بغيتو المقادير ديالها غنحتاج ربعة ديال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ احتاج كاس ديال الحليب كاس ديال السكارسانيدا كاس ديال الزيت نفس القياس العبار بكاس العنبه وهناي عندي القرقاع وحبيبة الشوكولات ممكن لكم تستعملوا اي مكسرة تبغيتو ولكن القرقاع والشوكولات كيتواتو كي يجي الماداق ديال الكيكا رائع وهناي عندي 400 جرام ديال دقيق دقيق حسب الخليط دائما قبيصة ديال الملحة وغنضير هنا يجوز الشي ديال الفاني ممكن لكم تستعملوا اي محدا لابغيتو انا استعملت جوج باش يجيني الماداق ديال الفاني غالب في الكيكا وانتوما كيبقى على حسب الدوق ديالكم هنا عندي ثلاثة ديال الخمارات حمرين وهدو هم المكونات اللي غنحتاج لهد الكيكا هادي غناخد ايناء اللي غنخلط فيه انوضع البيض هنا يا البنات الكيكارا دائما البيض الاساسي ديالك تنوع غف انك هاكي في ما كنقول لكم ديما هنا انا بغيت الكيكا ديالي تجيب القرقاع والشوكولات وكتجيل ديالك هاد الكيكا هادي تقريبا نفس المقادير اللي كنتشاركت معاكم بالكيكا اللي كنتدرت فيها الفواكه الموع السلام ويبكى يبقى اختياري غنوضع اليهم كاس ديال كارسانيدا و جو الصاشي ديال الفاني هنا يا البنات يمكن لكم تستعملوا الصاشية ديال الفاني والصاشية ديال الزهر نكهة ديال الزهر ولزهرة البرتقال تايكي يجي الماداق ديال لازوين في الكيكا سوفي نوضع قبيصة ديال الملحة وغنطلع الكل بالطراب الكهربائي حتى يدعف الحجم ديال الخاليط وكيولي اللون دياله بيض نضيف لي كاس ديال الزيت ونستمر في الخلط سوفي وغنوضع كاس ديال الحليب العبار بكاس العنبة نفس القياس ديال نفس الكاس نعبره بي هاد شي كامل سوف نخلط الحليب حتى ينساجم وناخد الخلط اليدوي هو اللي سوف نوضع به الدقيق ديال البنات الدقيق من اللي تبدو توضعوه على الكيكا غربلوه انتو ما كتوضعوه وخيكون مغربل عاودوا غربلوه دائما باش تنجح الكيكا ويجي منفوخة وعالية حيث اللي كيهبط الدقيق مهوي على الكيكا ما كيهبطش كتلة وحدة وكتجيها كيام طقصة ولا شي حاجة مهم ديال ما غربلوه الدقيق انا ديال ما كنقولها لكم وهي ممكن انوضع الدقيق حسب الخاليط هنا غنشوف تقريبا جي حلغة تهزلي الكيكا ما وضع الدقيق في الكيكا هنا هزت لي تقريبا 350 جرام ديال الدقيق اللي هزت لي هنوضع ثلاثة ديال الخمارات حمرين وحتى هما نغربلوهم لان الخمارة كيكونوا فيها حبيبات سوفي غنخلط الخاليط نساجم باش تكل هذا وهنا هذيك 50 جرام اللي تبقات لي والذيك شوية ديال الدقيق اللي تبقى نحاول نرمل في هذ القرقاع و الشوكولات باش هكا يلصقوا في وسط الكيكا وما يهبطوش لتحت لقاع المول ديما هكا لا بغيتو توضعوا شي مكسرات ولا فواكه مع السلاء ديما رملوهم شوية في الدقيق غربلوهم من ذاك الدقيق اللي فيهم وعدو وضعوهم في الكيكا باش يبقوا لاسق الوسط وما ينزلوش لتحت مهم هنغربلهم من ذاك البقايا ديال الدقيق اللي يبقوا فيهم وهنا هنخذيت مول طويل دهنتو بالزبدة ورشيتو بالدقيق للمول كيبقى علي حسب اختياركم أنا يفضلت نديرها في هذ المول الطويل وهنا هنغنوضع النصف ديال الخاليط ما غاديش نوضع ديما مكسرات حاولو توضعوهم هكا يطباقات في الكيكا باش كيبقوا لاسقين مهم ووضعت نصف الخاليط ديال الكيك ونوضع القرقاع والشوكولات حبيبات هكا ونوضع النصف الاخر ديال الكيك اللي تبقى ليا وغادروا شفق من نوضك شي اللي تبقى ديال القرقاع والشوكولات حبيبات هكا كديروهم من لوجه ديال الكيكا باش كيبقى باين سفي انا شعلت الفران من قبل على درجة حرارة مهيلة وندخل الكيك ديالي اللي عندها فران دو دائما نديرو على 180 درجة ديال الحرارة ندخلو العافية من لتحت حتى يطيبو يتنفخ ويبانو لنا تحمر من الجناب كنهبطو يتحمر ليه لوجه ديالي ونخرجو وهنايا غدا نوجد حريشة صغار بالزيتون والزعتر عندي كيلو اللاروب ديال السميدة رقيقة سميدة ديال الحرشة وهنايا الزيتون مقطع طريفة صغار الزعتر والزبدة وما نسبق ليا شاركت معاكم حريشة صغار ديالي ونضيف لهم هنالك الطريقة لان انا نضيف لهم الزيتون ويأتيوا رائعين للبنات هاد الحرشات هادو مالحين ويأتيوا لداد هكا لما كنتوش ديرين شي حاجة مالحة وبغيتوش حاجة بسيطة مالحة في القديد ديالكم ديروا هاد الحرشات هادو ويأتيوا لداد ويأتيوا لداد الزبدة ونضع عليها تقريبا نصف كاس الزيت الرومية مع جمع الكبار ونضعهم فق البوطة حتى الدوب الزبدة هكا على نار مهيلة غير الدوب الزبدة شوية وهنايا السميدة ونضع عليها قبيصة ديال الملحة ونضع معلقة كبيرة ديال السكر سانيدة ونخلط مزيان الملحة السانيدة حتى نساجموا مع السميدة ونضع كاس اللي سندوب فيه معلقة كبيرة ديال الخميرة الخبز ونضبوها في شوية الحليب دافي انا هاد الحريشات تبغيت نخلطهم بالحليب هنا يرى نفس الماذاق حتى بالماء يجيو غزالين لان داب الماء في الروبيني كيكون بارد دفيه واحد شوية غير غير شوية السميدة ما كتبغيش يكون ما كتبغيش المسخون ولا الحليب سخون غير دافي المهم هنخلي الخميرة كتبغيش في الحليب ونبس بالسميدة بهذيك الزبدال اللي دوبت مع نصف كاس ديال الزيت غنبس بسوها مزيان حتى كتصفار وكتتسمد مويم هاد القياس هاد كافي كم في كيلو اللاروب ديال السميدة ونزيد لكم ما زالها مزيتت غنزيدوا لها شوية ديال الزيت الرومية مهم هننا نقص جرح فينات ديال السميدة اللي غدا نقرس بهم أنا كيعجبني نقص سميدة مزيتة اللي نقرس بها الحريشات باش كي يجيو زوينين كي يقرسهم سميدة ناشفة أنا كيعجبنيش كننقص هكا شوية وعدا من بعد دفت هنا نصف خمارة حمرات قريبا معي القاة صغيرة ونصف ديال الخميرة الحلوة وغنوضع عليهم الزيتون كحلي مقطعها طريفة صغارين والزعتر هنا تقريبا معلقة كبيرة حتى الجوج معلقة ديال الزعتر كي يعطيها واحد الماداق رائع ففي هنا غنخلط الزعتر والخميرة ديال الحلوة مع الزيتون حتى كي نساجموا من بعد غنضيف لها الخميرة كيف ماشتو هنا يرى ها تلقات الخميرة مع ذاك الحليب اللي دفت وحد شوية وغنوضعهم عليها وهنا غنجمع الحرشة ديالي بالحليب الحليب دافي غير شوية لبنات غير الجهد اللي يكون دافي نهرسوا البرودة ديال الحليب وصافي ما يكون سخون بززاف هنا يا لبنات نصطروا ديال الحليب اللي يدرت فلقصر ونفق البوطة وغضي تقريبا القياس تكون خفيفة نخليه الحرشة خفيفة باش الناس منها تشرب وكتجي هي هادي تقريبا نصطر الحليب بقل نصط شوية قل نصط كاس تكون خفيفة وما كدلكوهاش كدخلطوها كغبص بعيد ديكم غير كدجمعوها كنخليوها ترتح شوية الجهد ما بين ما تسخلين المقلصة فيه وهناي يخديت غلاقة غلاقة ديالقرعة تشكولات ولا اي غلاقة عندكم هي اللي غنعبار بهادي الحريشة هادو باش يجيوا نفس القياس وغدا ناخد هاكا غريصة بيني ديال الحرشة غدا هاكا ينفندها في هاديك السميدة اللي نقصت وكنوضعها في الغلاقة طريقة سهلة لبنات وبسيطة ويمكن لكم لما كيعجبكم شاكا الزيتون والزعتر وبغيتوا تديرهم حريشة عاديا نستعملهم بنفس الطريقة ويعودوا الحليب بالماء راه النفس لما دقته وما يجيوا غزالين وسبق لي مشاركها معاكم غيب الماء نخليهم ليكم تحت هذا الرابط حريشة عاديا بالماء يجيوا غزالين ويمكن هنا ويجيوا غزالين لذلك الحريشة تجربوهما لبنات لو بغيتوا بالحليب يجيوا ايب دادوا احتام بالماء نفس الماء داقة وكانوا الحليب يجيوا ايب دادوا واحد شوية كيف يجيو زوينين وكيجيو هاكا القوتي لو بغيتو شي حاجة مالحارة كيجيو زوينين هاد الحريشات هادو ممكن لكم زيدو فيهم الطان ولا اللي بغيتو مهم هنا ايها هي الكيكة ديالي ديال القرقاع والشوكلاة عنزيل لها الوجه ديالها بشوية ديال السكر غلاسي هاد الكيكة هادي حتى هي كتجي غزالها المناس هاكا في القوتي كتجي زوينها ويمكن لكم لما توفرش عندكم القرقاع والشوكلاة اي مكسرات عندكم اللوز ولا غيش شوكلاة اي مكسرات ديروهم فيها ويم انا زينت لها هنا الوجه ديالها بشوكرا غلاسي وجبت هاد الرغايف هادو عندي في الفريقو كنت وجدته من هار قبل مهم بحال هاد الرغايف ولا مخامر ولا اي حاجة هكامل احسن لكان عندكم شعرات ديال قدي وجدوه من هار قبل باش ما تبرستوش معاهم يلا توجدو ذاك الشي اللي باغين توجدوها ككيكات ولا شي حاجة خفيفة هاد الرغايف ولا مخامر كيشدو شوية الوقس انا كندير ليهم عشية ديالهم بوح ديتا وكن وجد كمية كتيرة كان احتافظ بها هكا في المجمد و الوقت اللي كان بغي كان نجبد القياس اللي بغيت درتهم هنا يصخنوا في المقلاة كيف ماشتو هاهو مبعد ما صخنوا غنوضعهم انا غنطنيهم على هاتشكل هادا كيجيوا مورقين البنات اللي بغي يشوف هالطريقة ديالي كيفاش كانت صيب رغايفة نخليها لي نخليها لكم في صندوق الوصف تحت من هاد الفيديو هادا رجعوا شوفوهم راغي بالقمح الفينو والفورس وكيجيوا مورقين والمدق كيجي رائع مهم انا وضعهم فالطبيس لات هادو هكا يحطيتهم بهتشكل هادا وها هو القوتي ديالي وجد هنا هي الطورطة ديال الحامد اللي شاركت معاكم في الفيديو اللي قبل وجدتها هاد القوتي هادا كنت هي وجدتها نهار قبل وحتافت بها في التلاجة هنا غندي نقدم معها العاصير انا نخلي العاصير فهاد القريعات هادو انا ما وجدش عاصير خدي تغي هاد العاصيرات هادو جاهزين وها هي المائذات القوتي ديالي وجدات كنتمنتنا الاعجاب ديالكم وتكونوا خذتوا منها ولو افكار بسيطة والطورطة ديالي ديال الحامد وهادو هما الرغيفات والحريشات صغار بالزعتر والزيتون كحل الكيك ديال الشوكولات والقرقاع وهنا يحطيت في الطويجنت هادو هاكا ديال قوتي الفرماس الزيتون والزيت ويمدك الشع الاحساب اللي متوفر عندكم كتزينوا بها كتزينوا بها المائذة ديال قوتي ديالكم هادي كانت مائذة القوتي بسيطة والاعراضها هكا بماشية بسيطة وراقية وفي نفس الوقت اقتصادية ماشي مكلفة كانتمنتكو نادلت اعجابكم وخديسوا منها ولو غير فكرة بسيطة كتزينوا بسيطة وهناي هدية الطورتة اللي شاركت معكم في الفيديو اللي قبل لي مازال ما شافهاش يرجع يشوفها البنات هالطورتة جات رائعة بما دق الحامض جات خفيفة وفي نفس الوقت اللديدة بمكونات جد اقتصادي وبسيطة مهم را شاركت معكم الطريقة ديالها رجعوا شوفوها اللي مازال ما شافهاش نخليها لكم تحت من هاد الفيديو هذا في صندوق الوصف جات رائعة وعجبات الضيوف ديالي عجباتهم مزاف كانتمنحت انتو ما تجربوها وتنال اعجاب ديالكم واتمنى نكون كنفيدكم ولو باشياء بسيطة بوصفات بسيطة ولي تعالي قملي كتفرحني وكتشجعني نزيد نعطي كتر اقتراحاتكم وشنو تبغيون لي نشارك معاكم كانتمنى تكون هاد المائدة القدينات في اعجاب ديالكم وكنقول لكم سلامة الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة